موسيقى السلام عليكم وشهونكم طلاب أخباركم يا رب تكونون بأحسن حال اليوم رجعت لكم فيديو جديد أنكمل موضوع القسمة بالأعداد المركبة وأهم شيء يا عزائي تكونون مراجعين الفيديوهات اللي سبقا لأن كل دروسنا مترابطة وواحد يعتمد على الثاني اليوم ناخذ بعض الأفكار المهمة بموضوع القسمة قسم من عدها سائد كتاب وقسم من عدها خارج المنهج يا ريت تكونون شادين حالكم ومعنا ويادكم فول وتعالوا يا نا نكمل هالدرس هذا يلا أول سؤال قال لي ضع بالصيغة العادية هذا المقدار أنا باعت على المقدار زين قلت له شكوا بيها راح نخلي بالصيغة العادية هذا موضوع القسمة في الأعداد المركبة فواحد من الطلاب قال عندي اقتراح قلنا لقول اقتراحك نسمعك قال الاقتراح مالي هو أنه نضرب كل كسر في مرافق المقام قلت له نعم بس في هالحالة هاي أنت راح تضرب مرتين في مرافق المقام قال لي نعم شكوا بيها قلت له زين عندي اقتراحاني قال لي قول قلت له شرايك نضربهم بالبداية وبعدين عود الله كريم نضرب في مرافق المقام طبعا اقتراحي كان أفضل لأن أبسط وما راح الطالب يعاني بيه يال تعالوا تنظر اثنين في واحد اثنين اثنين في اربعة اي ثمانية اي ثلاثة اي في واحد ثلاثة اي وثلاثة اي في اربعة اي اثنعش اي تربيع بالمقام هم أكو عملي الضرب فواحد في اربعة اربعة واحد في اي اي سالب اي في اربعة سالب اربعة اي وسالب اي في اي سالب اي تربيع ويساوي هاي الاثنين تنزل 8i 3i 11i لأن إشارات متشابهة جمعنا وهاي l-i تربيع سالب واحد في 12 سالب 12 هاي 4 تنزل موجب i وسالب 4i سالب 3i وهاي i تربيع واني عندي سالب حيصير موجب واحد لأن l-i تربيع قيمته سالب واحد ويساوي 2-12 سالب 10 وهاي موجب 11i وهنا عندي أربعة زاد واحد خمسة سالة بثلاثة آي أعزائي بعد ما بصرنا المقدار وحصلنا على عدد مركب واحد بس بعد أكو آي بالمقام يقول لي هسا نضرب المقدار في مرافق المقام طبعا هسا واحد يقولي يعني هسا إذا ضربنا كل واحد في مرافق المقام من البداية هل هذا غلط أقول لي أبدا مغلط وصحيح وراح تطلع نفس النتائج بس إحنا دمبسط عليك الموضوع هسا هسا تقول لي نضرب في مرافق المقام بعد هاي شسال فصارت طبيعية المقامات مترافقة أعزائي يعني الحقيقي تربيع 25 زائد التخيل لتربيع 9 أما بالنسبة للبسط فضرب اعتيادي سالب 10 في 5 سالب 50 وسالب 10 في 3 سالب 30 آي طبعا هنا سالب 10 في 3 آي ودعش آي في 5 55 آي ودعش آي في 3 آي راح يصير عدنا موجة ب 33 آي تربيع تمام ونكمل حلنا بكل بساطة ما عدنا أي شي منها عدنا 3 أو 34 المقام جمعتهم أما بالنسبة للبسط فأجيهم سالب 50 تنزل سالب 30 آي وموجة ب 55 آي راح نطرح يصيرون 25 آي أما هاي الآي تربيع فراح تصير سالب 33 وهس الحقيقي ويه الحقيقي راح يصيرون سالب 83 زائد 25 آي على 34 ولأن هو طلب من عندي الصيغة العادية فراح أقول سالب 83 على 34 زائد 25 على 34 آي هس هاي صيغة عادية للعدد المركب هذا يعتبر الجزء الحقيقي وهذا يعتبر الجزء التخيلي وبهالشكل هذا تم السؤال من نوهيج انتو إذا شفتوا ضرب بين الكسور من حقكم تضربون بعدين عود تضربون في مرافق المقام أما إذا شفتوا نفسكم مثلا تضربون في مرافق المقام بالبداية فالسالفة جدا طبيعية بس نقول لك دير بالك لتغلاط سؤال انتهى خلونا نجعله مثال آخر أيضا موجود بالتمالين سؤال هذا أيضا قال لي ضعب الصيغة العادية نفس المنطوق الأول فقلت له شكوا بيها فجبت الطالب قلت له يلا شا تسوي هسا قال لي والله أنا عندي اقتراح قلت له قول اقتراحك قال شوف أنا أقول نسوي هذا قوس تربيعي بعدين قوس واحد قلت له بعدين قال بعدين نضرب هذا في مرافق المقام وهذا في مرافق المقام قلت له يعني انت ما ذل شونك بصراحة زين يا أخي مو انت عندك كسر واحد أي زين ليش ما تضرب في مرافق المقام وبعدين نسوي هاي الشغلة اللي قلته قال والله هم صحيح هاني شون فاتتني إذن طلابي الأعزاء اهنا احنا راح نضرب في مرافق المقام بالبداية يعني راح نضرب في واحد ناقص آي على واحد ناقص آي طبعا والتكعيب موجود يعني هسا انت على الشيء للتكعيب دعوفة فبهل بساطة هذه السؤال راح يصير عندك سهل هسا تقول لي هسا خليه كمل وبعدين أرجع لك يلا ثلاثة في واحد ثلاثة وثلاثة في سالب آي سالب ثلاثة آي موجب آي في واحد موجب آي موجب بالسالب سالب وآي في آي آي تربيع وهل حج يكلها على المقام المقامات مترافقة طلاب تقولوني نعم مترافقة يعني مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي طبعا الحقيقي واحدة ربعة واحد والتخيلي هنا همك واحد هم ربعة واحد ما ننسى هذا تكعيب تقولون لا ما ننسى طبعا زين ونستمر هذو الاثنين وهنا ثلاثة سالب ثلاثة آي وموجب آي ينطرحون لأن الإشارات مختلفة صيرون سالب اثنين آي وهي آي تربيع سالب واحد واني عندي سالب يعني موجب واحد الحج يكلها تكعيب ويساوي هاي اثنين هاي ثلاثة زائد ذاك الحقيقي هيصيرون أربعة ناقص اثنين آي على يمن على اثنين الحج يكلها تكعيب هسا نجز أربعة على اثنين ناقص اثنين آي على اثنين الحج يكلها تكعيب أربعة على اثنين اثنين واثنين آي على اثنين آي لا ننسى الحشي كل تكعيب زين بالله عليك هسه مو أسهل تقول بلي والله أنا تورطت من البداية جيت من البداية أسوي قوس تربيعي وقوس هسه تقول لي أنا رجعت للمحاضرة مالة عملية الضرب تعرفون إحنا عزائي ما نقدر نفتح قوس تكعيب لذلك راح نسوي قوس تربيعي بقوس القوس التربيعي إحنا نعرفه زين هذا مربع حدانية فمربع الحدانية الأول تربيع أربع ناقص اثنين في الأول أربعة أربعة في آي أربعة آي زائد مربع الحد الثاني تربيع الثنين ناقص آي تنزل هسه تقول لي هسه راح أقول أربعة ناقص أربعة آي ناقص واحد وهنا ثنين ناقص آي طبعا ناقص واحد لأن الآي تربيع ولاحظوا أن المعلومات مكررة يعني للي ضابط الفيديوهات القديمة ما عنده أي مشكلة أربعة ناقص واحد حيصير ثلاثة ناقص أربعة آي واثنين ناقص آي تنزل طبعا ناقص أربعة آي نزلت يعني أن عدد تخيولي هسه عندي فتح أقواس لو أجيب طالب من الثالث متوسط هم يقدر يدبرها ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في سالب آي سالب ثلاثة آي سالب أربعة آي في ثنين سالب ثماني آي وسالب أربعة آي في سالب آي موجب أربعة آي تربيع وهاي ستة تنزل ذولي تخيوليات سالب ثلاثة آي وسالب ثماني آي حيصيرون سالب دعش آي أما هاي الآي تربيع فسالب واحد تنضرب بالأربعة يصير سالب أربعة يعني النتيجة النهائية ستة ناقص أربعة اثنين وسالب دعش آي تنزل بهالشكل البسيط السؤال هو إلكم أعزائي لو هذا القوس صار أس مية هل اختلف شيء؟ تقولون لا والله ولا اختلف راح أشتغل بنفس المبدأ زين صار أس خمسين تقول لي ولا يهمني صار أس ألف تقول ولا يهمني عفية هيش أريدك مو يتغير عندك الأس أنت تتخبل بعد مع هذا راح أحل لك النوم بمثال حتى يكون عندك واضح اللي نحجي زين باوع لي لهذا المثال وعوف هذا لتباوع عليه هس هذا المثال أهم دا يقول لي ضع الناتج بالصيغة العادية شفت أسمية تقول لي يا بصدق شذيب دروح وضروف في مرافق المقام بالبداية والله كريم أنت شليش تفكر بالأسم ناسا وتقلق نفسك وتخاف بعد ما تقدر تحل السؤال إذن عندنا قسمة لازم نضروف في مرافق المقام واحد زاد آي بواحد زاد آي والمية خليناه فوق ولاحظ هذا القوس منه أحمر وهذا أزرق أوكي زين هس تعالوا أعزائي هنا عندي حاصل ضرب اعتيادي يعني ضرباك وغير نضروك تقول يلا واحد في واحد واحد في موجب آي موجب آي موجب آي في واحد موجب آي موجب آي في موجب آي موجب آي تربيع والمقامات المفروض هم أضربهم بنفس الطريقة بس واحد قال دولي مترافقين يعني مربع الحقيقي مربع التخيلي لا ننساكم مية فوق وهس أعزائي تقولون هاي اثنين وهنا واحد آي زاد آي اثنين آي والآي تربيع سالب واحد الحشي كله اسمية زين واحد ناقص واحد يروحا يبقى آي اسمية والآي اسمية أخذناها بالفيديو الثاني لما قلنا نسويها آي تربيع اس خمسين يعني سالب واحد الآي تربيع اس خمسين يعني موجب واحد اللي حاضر ويانا الدروس بالتسلسل ولا عنده مشكلة زين انتهى هذا الناتج طلعنا زين هنا طلاب اش راح سوي يا ترى اتقولون هنا ديروا بالكم على هاي الملاحظة ملاحظة التعميم لما منشوف الاسس متساوية راح اعممهم كلهم اقول لهم عمي دي صير اسمية وهس نعمل السؤال بنفس المعاملة اتقول لي يعني الاسس بين قوسيا هنا موزعين هن للبسط والمقام اقول لك بالضبط فاني ارجع هن الاصل قاعدة مهمة جدا هي قاعدة تعميم الاسس فانت اذا عندك اكس على واي الكل اس اين فمن من حق اتوزع الاسس تقول اكس اس اين على واي اس اين تقول القاعدة هاي مرة علي الي اش كتبت هاي قلت لك انا ما عندي مشكلة احنا الاسس نقدر نوزع هن لكن الي اريدك تفهم هسه هو اذا شفت الاسس متوزع فاني من حقي اعممهن اها يعني رجعهم مثل ما كان بالضبوط خليها ببالك زين واحد قال قبل تقول بالورقة ممكن اسأل سؤال قلت لا ممكن قال اقول لك زين اذا هاي 101 وهاي 100 اش لون نقدر نعممهن قلت لا ما راح نقدر نعممهن لان الاسس مختلف قال زين اقدر عود اطلع من 101 فتقوس اخليه بصفحة يصير مية بمية ونعممهن قلت لعفية عليك اريدك تفكر واني متأكد انت ما يوقف شي قدامك مجرد خلي ثقة لنفسك قول انا هذا السؤال راح اقدر احله وشوف اش راح تسوي انت هس اعزائي راح نجي على سؤال موجود بالتمارين هو سؤال اثباتات يعني السؤال هو عبارة عن اثباتات سؤال الثالث من التمارين قيل اثبت لي انه هذا المقدار يساوي لثمانية على 25 اي فالطلاب اش قالوا قالوا اقول لك استاذ راح ناخذ اللي قلت لهم يعني شنو قالوا يعني راح نشتغل على هذا الطرف الايسر قلت لهم وبعدي قالوا راح انطلع لك لهم لا متأكداني من هاي الناحية انتو بس اشتغلوا مضبوط طبعا ناخذ طرف الايسر left hand side بالانجليزي نكتبه او بالعربي نكتب الطرف الايسر الاثنين يصير وتعالوا تاني اشتغل وتقولون الواحد عوفة مربع حدانية حتى ملينا منه اقول لك يعني مربع حدانية لما نشوف قبل نروح نفتح مربع حدانية نعم نفتح مربع حدانية فالاول تربيع اثنين ناقص اثنين في الاول في الثاني اربعة اي زائد مربع الحد الثاني اي تربيع زين بلا طلاب ما تذكرون انا لما قلت لكم دائما الطرح يحول الى جميع تقولون بل يولا نذكر بس حتى هنا طبعا يا اخواني قابل احنا شنو اللي تغير زين تقولون زين والسالب وين راح نوديها راح نصعدها بالبسط اها ليش دائما اشارة الكسر تابعة للبسط نعم دائما تابعة للبسط وخلوا بالكم على هاي المعلومة هس المقام هم نفتح مربع حدانية اثنين في الاول في الثاني اربعة اي زائد مربع الحد الثاني ونجي نكمل واحد على اربعة ناقص اربعة اي لا يتربيع سالب واحد سالب واحد على اربعة زائد اربعة اي لا يتربيع سالب واحد هس تقولون لي هس اربعة ناقص واحد ثلاثة ناقص اربعة اي وهنا عندي سالب واحد اربعة ناقص واحد ثلاثة زائد اربعة اي وهس تقولون شو حسف عندنا خيارين قلت لهم قولوا بلا شينو الخيارات مالتكم يأمة نضرب كل واحد في مرافق المقام ايه وبعد اتقولون يأمة نوحد المقامات زين ياهي أسهل للكم يمكن هسف أنتو تقولون راح نضرب كل واحد في مرافق المقام بس آني أقول نوحد المقامات أسهل الناب reviewed السؤال اتقولون زيني شلون توحيد المقامات يضوج أقول لكم عندنا طريقة لا شينهاي طريقة لا طريقة 3 تقول أضرب المقامات بالبداية فأجي أضرب هذا في هذا طبعا هسه واحد يقول لي أقول لك إحنا يمتن وحد المقامات أقول له لمن أكو جمع أو طرح انوحد المقامات هاي المعلومات اللي دا أقولها وإذا أنت تحس نفسك ما تعرفها اكتبها لأن راح تنساها انوحد المقامات في حالة تجمع والطرح طريقة 3 تقول اضرب المقامات قلت لها بعدي أن قال نضرب هذا في هذا وهذا في هذا يصير عندي حرف لا بالعربي واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في أربعة آي سالب واحد في ثلاثة سالب ثلاثة سالب واحد في يصير موجب أربعة آي هسا تعالوا أعزائي قبل لا نروح بمكان أقول لك قلت لكم قولوا تقولون أقول لك هنا يصير نضرب كيف نمني بكيفك أعزائي المهم تضرب المقامات وبعدين تضرب هذا في هذا وهذا في هذا بالعكس أنت حر المهم تسوي لي حرف لا بالعربي سالب ثلاثة وموجب ثلاثة ميروحون بلي والله زين أربعة آي وأربعة آي ثمانية آي أقول لك هذول مترافقين وبيناتهم ضرب يعني شنو يعني مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي يعني ثمانية على خمسة وعشرين آي والله طلع نفسه الرايت هاند سايد إذن قدرنا نثبت السؤال اللي قال لنا عليه تمام تمام اليوم راح أطولي شوية بالفيديو بس الموضوع مهم حتى بالدرس اللي يجي هاي هي بعيد فأويانب هاي السؤال يعني الأخر هم دا يقول لي إثبت أنه أنه هذا يساوي سالب ثلاثة نفس الحجي راح أقول اللي يفت هاند سايد يساوي هنا عندي مربع حدانية الأول تربيع واحد ناقص واحد يروح يبقى سالب اثنين اي على واحد زائد اي وهنا واحد ناقص واحد يروح يبقى اثنين اي على واحد ناقص اي وهس تقولوا ليهس نوحد المقامات بالطريقة اللي قلت لنا ياها قبل شوية المقامات واحد زائد اي في واحد ناقص اي اهنا هيش نسوي سالب اثنين اي في واحد سالب اثنين اي سالب اثنين اي في سالب اي موجب اثنين اي تربيع 2i في 1 2i 2i في 2i 2i تربيع طلاب الأعزاء مقامات ذولي هذول المقامات مو مترافقة بلي مربع الحقيقي زاد مربع التخيلي زين سالب 2i وموجب 2i مو يروح بلي زين 2i تربيع يعني سالب 2 و2i تربيع يعني سالب 2 يعني سالب 4 على 2 يعني سالب 2 طلعنا الرايد هانت سايد وهو المطلوب زين شنو رأيكم اخلي هذا الاثبات عليكم تقولون هذا بسيط اصلا الاي تربيع ومعروف شنو رايد عليكم اعتبروا واجب والنتيجة عندكم لو راح اضيف لكم بعد سواليا حتى شنو حتى ربطون الموضوع تعالوا بلس طلاب الأعزاء ضعب الصيغة العادية هذا سويت لكم 2019 السنة اللي احنا بيها واثبت ان هذا يساوي سالب 6 على 25 السؤال وزاري ولا تنسون تدعمون الفيديو بلايك وتشتركون بالقناة وتشاركونها مع اصدقائكم ورايد دعمكم وقوتكم حتى ننشر القناة لكل الطلاب واني ادري بكم ما تقصرون والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة